اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ويجعلهم يزهدون في العمل والإنتاج لأن حقوقهم تسلب منهم وعندئذ تبدأ حركة الأسواق بالضعف ويبدأ سكان البلد في الهجرة طلبا للرزق فتخل الدولة من أفضل كفاءاتها وبذلك يختل أمر الدولة بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله تعالى حقق برنامج علمتني الحياة في جزعيه الأول والثاني نجاحا ملحوظا وكان اهتمام المشاهدين وخاصة من الشباب اهتماما كبيرا وكنا قد بدأنا بإعداد الجزء الثالث من البرنامج لولا أن هبت علينا رياح التغيير المباركة كما هبت على الوطن العربي وكان الجميع مشدودا لما يحدث وكان الكل يعرف ما يريد لحظته وهو التغيير هذا مطلب شرعي لا بد أن نفعله مع حجم التخلف الذي في واقعنا العربي للأسف ابن خلدون رحمه الله تعالى قامه عالية في علم الاجتماع والعمران البشري وله وزنه على مستوى العالم قيل عنه الكثير يقول روجيغ قارودي فيما يتعلق بدراسة هيكل المجتمعات وتطورها فإن أكثر الوجوه تقدما يتمثل في شخص ابن خلدون الفقيه والفيلسوف الذي يضارع عمالقة النهضة عندنا يقصد أوروبا بعب قريته العالمية منذ القرن الرابع عشر يقول أرنولد توينبي المؤرخ الشهير والمتحدث عن علم الحضارات يقول ابتكر ابن خلدون وصاغ فلسفة للتاريخ هي بدون شك أعظم ما توصل إليه الفكر البشري في مختلف العصور والأمم ولأن كلمة ابن خلدون التي سمعناها تختصر الكثير من أسباب المشهد العربي الحالي فقد حرصنا في هذا البرنامج على الاستشهاد في كل حلقة ونبدأها بإحدى مقولات ابن خلدون المقتبسة من مقدمته الشهيرة لكن يبقى السؤال المهم في برنامجنا هذا رياح التغيير هذا السؤال الذي يجب علينا إجابته ماذا بعد أن يتحقق التغيير بعض هذه الثورات بفضل الله تعالى انتصر والباقي على الطريق وسيأتي المزيد للتغيير في الأمة ماذا بعد هذا التغيير هل التغيير السياسي هو الذي نريده على أي أسس نبني واقعنا الجديد هل يتم اختلاس نتائج هذه الثورات ويصبح حالنا من جديد كما كان وكلما دخلت أمة لعنت أختها ماذا بعد هذه الثورات كيف يمكن الخروج من هذه الحلقة المفرغة كيف يمكن تجنب فشل جديد ومعاناة جديدة للوطن العربي والمواطن العربي هنا أريد في هذا البرنامج أن أسأل ما هي حقيقة واقعنا هل فعلا واقعنا مرير واستحق هذه الثورات هل فعلا واقعنا مرير حسب المؤشرات العلمية وليس العواطف والانطباعات ما هي الرؤية المطلوب تحقيقها أين الطريق ما هو المشروع الحضاري للتغيير الذي يعيد لهذه الأمة دورها الريادي الذي غاب عنا طويلا هل يمكن أن نحدد أن نكتب أن نخطط لخارطة طريق واضحة بهذا الأمل الذي يسكن في قلبي كل مخلص لهذه الأمة كيف نحقق الحضارة من جديد كيف نحقق مجالات التنمية المطلوبة ما هي المؤشرات التي لو وصلنا إليها نقول نجحنا ما هي المؤشرات للنجاح في إنجازاتنا لكل هذا كانت فكرة برنامج رياح التغيير وهو باختصار الحقيقة كان الاسم الأول لهذا البرنامج مشروع التغيير الحضاري لكن الأخوة معي في الإعداد ومشكورين قالوا أن هذا ليس اسم تلفزيوني وإعلامي فغيروه إلى رياح التغيير فرياح التغيير هو الاسم الإعلامي لمشروع التغيير الحضاري هذا المشروع الذي ضللت أعمل عليه منذ عدة سنين وأي واحد ينظر في الواقع العربي المعاصر وبالذات في القرن العشرين في القرن الماضي يدرك أن هناك تحولات رئيسية بارزة حدثت في الأمة طبعا التحولات لا تتوقف سقوط الخلافة طبعا كان من أعظم التحولات التي جرت في أمتنا ثم وقوع البلاد العربية تحت الاستعمار ثم جاءت فترة التحرر من الاستعمار ثم حكومات التي زرعت لتقود وبعدها جاءت مجموعة من الانقلابات العسكرية واستمرت هذه التحولات واستمر الظلم والجمود والتخلف وطبعا جاء معه ضعف التنمية وفساد إداري وفساد سياسي وفساد مالي كل هذا أدى إلى ماذا؟ أدى إلى فقدان الكرامة فقدان الحرية فقدان الرزق انتشار الظلم فأدى هذا إلى مجموعة من الثورات الشعبية في عدة دول عربية وبدأت تقود المنطقة العربية بل تقود العالم في توقعي إلى مرحلة جديدة نحتاج في هذا البرنامج نحتاج تفاعلكم نحتاج آراءكم نحتاج تصوراتكم حتى تحددوا معنا أين المسار وإلى أين الطريق هذا باختصار وأذكر أني أول محاضرة عملتها بناء على بحث عملتها في قضية الحضارة لما كنت في أمريكا طالما وكانت محاضرة للأخوة الذين معنا في العمل الإسلامي هناك بعنوان صناعة الحضارة في عام 1986 فمنذ ذلك الوقت كنت أفكر كثيرا هذه الأمة العظيمة أمة الإسلام هذه الأمة التي سادت البشرية التي قادت البشرية لقرون طويلة هذه الأمة العظيمة ما بالها ما بالها لا تقود البشرية من جديد لماذا لا نسود من جديد لماذا لا نقود من جديد ما الذي يعيقنا ماذا نحتاج أخذت أفكر كثيرا في هذا وكنت أتأمل أن يغنيني عن هذا الأمر وطرح موضوع خطير جدا كيف ننهض من جديد كيف نبني حضارة من جديد كنت أتأمل أن أخواني وأخواتي المفكرين والمفكرات أو مراكز الدراسات أن يغنوني عن هذه المسألة لأن هذا تخصصهم هذا شأنهم وكنت حريصا على ألا أتكلم في الموضوع رغم انشغالي به يعني قراءات كثيرة وأبحاث كثيرة وتأملات كثيرة بل سهر الليالي ومع ذلك كنت حريصا على ألا أتكلم وحريص أن يكون هذا الأمر لأهل التخصص فيه وانتظرت طويلا أنتظر أن يطرح المفكرون هذا المشروع كيف ننهض ما هي الخطة أين المسار ثم اكتشفت أمرا وأنا متابع بالحمد الله بمتابعة أعتقد أنها جيدة لإنتاجات المفكرين ومراكز الدراسات فوجدت أن المفكرين عندما يتكلمون عن الماضي يحسنوا وعندما يتكلموا عن الحاضر يبدعوا أنا اليوم صباحا من بعد صلاة الفجر جلست أقرأ كتاب عن الثورة المصرية وتحليل الثورة المصرية وقرأت كل الكتاب فإذا فيه تحليل رائع لهذا الواقع لكن ليس فيه عن المستقبل إلا مجموعة شعارات فهم عندما يتكلمون عن المستقبل تأتي الشعارات الإسلام هو الحل لابد من الحضارة لابد من النهضة لابد أن نبدأ من حيث انتهى الآخر ندري ندري نعرف نعرف أن هذا كله صحيح بل يعني كان في التحليل ضرورة أن لا تسرق الثورة ضرورة أن نكرس العدالة ضرورة طيب هذا كله اتفقنا عليه ومن زمان اتفقنا عليه السؤال الخطير كيف 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 نضمن هذا كيف نخطط لهذا كيف نخطط أن نصل إلى الحضارة كيف نخطط أن نضمن العدالة كيف نخطط أن نحقق التنمية هناك بعض الدول العربية والإسلامية استطاعت أن تفعل هذا تركيا ماليزيا استطاعت أن تنقل أنفسها من تخلف إلى مسار الحضارة وآن الأوان نحن في العالم العربي أن نفعل شيء من هذا ونحن جاهزون على فكرة أنا الحمد لله أفهم قليلا في قضايا التخطيط وأدرس موضوع التخطيط الاستراتيجي فبالنسبة لي هذه الشعارات الإسلام هو الحل لا بد من النهضة لا بد من الحضارة هذه بالنسبة لي علميا كلام مرفوض مرفوض تماما لأنه يعني أنه لا يشكل بالنسبة لي خطة ولا ملامح لخطة حتى ليس هكذا ننهض نعم لا بد أن نفهم الماضي وقد فهمناه والحمد لله ولا بد أن ندرس الواقع وقد درسناه والحمد لله لكن لا بد أن نخطط للمستقبل لا بد أن نحدد ما هو مسارنا المستقبلي ماذا نريد وكيف نصل إلى ما نريد من أجل هذا كانت فكرة هذا البرنامج لهذا كانت فكرة هذا البرنامج الذي أسميته رياح التغيير رياح التغيير التي نريدها أن تهب على أمتنا ليس فقط رياح تغيير سياسي لكن رياح تغيير لكي تحقق مشروع تغيير حضاري منشود نريد أن نقود البشرية من جديد نريد أن نعيد حضارة الإسلام ما سأطرحه عليكم ابتداء من اليوم وفي هذا البرنامج وعلى حلقات متتالية إن شاء الله هو اجتهاد تخطيط استراتيجي للأمة يطرح مشروع تغيير حضاري ويحدد أهداف قابلة للقياس نحققها في عشرين سنة إن شاء الله أحدثكم عن فكرة المشروع بعد الفاصل إن شاء الله أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع رياح التغيير ونحن في هذه الحلقة الأولى أعطيكم فكرة عامة عن هذا البرنامج وماذا سنعرض فيه هذا البرنامج يختلف عن البرامج الأخرى في أنه يطرح مشروعا متكاملا الحلقات يكمل بعضها بعضا في طرح مشروع متكامل كيف نعيد حضارة الإسلام من جديد كيف نبني أمتنا من جديد لن أتحدث لكم عن الماضي وسأتحدث في هذا البرنامج فيه شيء قليل من استعراض الواقع سأتحدث عن الواقع لكن ليس الحديث التقليدي حديث النقد فقط وإنما حديث التحليل وسأريكم من خلال معادلات كيف سنحلل هذا الواقع لكن معظم الحديث الذي سيستمر في تقديري معنا في ستين حلقة ثلاثين حلقة متتالية الآن ثم ثلاثين حلقة في الجزء الثاني إن شاء الله سيكون معظمة عبارة عن خطة قابلة للقياس محددة للمستقبل وسأعطيكم بإذن الله اقتراحات لمدة عشرين سنة إلى الأمام ماذا نفعل في العشرين سنة ماذا نفعل في كل خمس سنوات وما هي المقاييس التي نريد أن نحققها سأطرح لكم بإذن الله تعالى خطة للأمة كما سأطرح خطة بإذن الله لكل بلد عندنا قياساتها في بعض البلاد ما عندنا قياساتها نستطيع أن نبني عليها خطة لكن عندما تتوفر نستطيع أن نستعمل نفس النموذج هناك شيء في علم التخطيط نسميه model نموذج الذي سأفعل بإذن الله هو أني سأعطيكم نموذج يساهم في التطوير لمرحلة ما بعد الثورات هذا الذي سأطرحه لكم بإذن الله هذا النموذج يصلح أن يكون نموذج للأمة يصلح أن يكون نموذجا لبلد و كما أنه على فكرة يصلح أن يكون نموذجا لمنظمة و جمعية و جماعة و شركة نموذج نسميه نموذج التغيير لكني سأخذ هذا النموذج التغييري الذي هو أيضا جزء منه في علم التخطيط الاستراتيجي سأدمج لكم علم التخطيط الاستراتيجي مع علم التغيير وهو علم كامل اسمه علم التغيير سأدمج هذين العلمين و سأطرح من خلالهما خطة للنهضة بالأمة هذه هي فكرة البرنامج طبعا لا بد من تحليل الماضي طبعا لا بد من دراسة الواقع لكن الهدف من تحليل الماضي و دراسة الواقع هو استشراف المستقبل و إلا لا يكون له قيمة ما قيمة أن يكون هذه الدراسات الطويلة العريضة في تحليل الماضي و دراسة الواقع ماذا نستفيد منها إلا من نغير بناء عليها مستقبلنا إذا لم نبني عليها خطة لهذا المستقبل في خطتنا المستقبلية عندنا أهداف نسميها تنافسية سأتكلم عنها بعد قليل لكن الهدف النهائي الذي نريد أن نصل إليه ما هو الهدف النهائي الذي نريد أن نصل إليه هو إعادة حضارتنا من جديد حضارتنا التي سادت البشرية و نتغنى بها و دائما نتكلم عن أمجادنا ليس الفتى من قال كان أهبي إن الفتى من قال ها أنا ذا هذه الفكرة هنا أن نتغنى بأمجاد الماضي شيء جميل لكن الأجمل منه أن نطرح أنفسنا كنموذج للبشرية يقود البشرية من جديد هذه هي فكرتي وأستطيع بإذن الله معكم وسنفتح لكم باب الاتصالات و ستكون هناك حلقات خاصة إن شاء الله للاتصال المباشر و التعليق و الاعتراض و الاستفادة و التطوير من جهتكم لأنه يستحيل أن يكون هذا مشروع شخص هذا لا بد أن يكون مشروع أمة لكني أريد أن أفتح الباب فيه و سميته عمدا مشروع التغيير الحضاري ثم اكتشفت أن هذا المصطلح كلمة التغيير الحضاري هي كلمة مستعملة عند إخواني المفكرين كثيرا فقلت الحمد لله يعني أنا لما وضعت وضعت من رأسي لأني شعرت أننا بحاجة أن نغير أمتنا لنصل إلى حضارة إسلامية لكنها من نوع جديد من نوع مختلف ليس كالتي كانت سابقا و إن كنا نتفق مع الماضي في الأسس في القواعد في المبادئ في الثوابت و سأفرق لكم بإذن الله تعالى بين الأمور الثابتة التي يجب أن نلتزم بها و بين الأمور المتطورة التي يجب أن نصل إليها إذن نحن نريد أن نعيد حضارة الإسلام مصطلح الحضارة هذا مصطلح الحضارة مصطلح مهم و خطير جدا و كثير من الناس يستعملوه دعوني أعلق تعليقا عليه أولا من ناحية التراث في التراث الإسلامي لا بد أن نشير إلى أن كلمة الحضارة لم ترد لا في القرآن الكريم و لا في السنة النبوية المطهرة على فكرة كما أنها قليلة الاستخدام جدا في الشعر العربي إذا لم تكن نادرة و كذلك هذا هو حالها أيضا في تراثنا الإسلامي نادر أن تجد أحد من السلف الصالح يستعمل كلمة الحضارة على فكرة حتى لو رجعتم إلى المعاجم العربية القديمة مثل لسان العرب و القاموس المحيط في الغالب لن تجدوا هذه الكلمة لكنها صارت اليوم على كل لسان و طبعا صار عليها اتفاق و لا بد أن يكون عليها اتفاق ماذا نقصد بتعريف الحضارة ماذا نقصد بتعريف الحضارة تأملت في هذه المسألة تعريف الحضارة و قرأت ماذا يقول المفكرون في الحضارة فوجدت أن المفكرين لهم طروحات كثيرة لكني لخصتها في هذه المعادلة الحضارة بالنسبة لي حضارة لأمة في فترة الحضارة لأمة في حقبة فترة زمنية بالنسبة لي هي المنهج الفكري المتشكل في إنتاج مادي و معنوي أعيد احفظوها الله يرضى عليكم يا شباب بالذات احفظوها الحضارة فكر الحضارة فكر فالحضارة هي منهج فكري هذا المنهج الفكري إذا ظل في الرفوف في الكتب على الرفوف أو ظل في ندوات المفكرين يتداولونها بينهم ليس له قيمة لا يتحول الفكر إلى حضارة إلا إذا تشكل الفكر في إنتاج مادي و إنتاج معنوي إذا ينقسم التعريف الحقيقة إلى ثلاث أقسام رئيسية القسم الأول عندما نقول المنهج الفكري لأمة هناك ملاحظة هناك شبه إجماع في تعريفات المفكرين و أنا عمدا هنا يعني أستطيع أجيب لكم تعريفات ومبي و تقييد دين نبهاني و سيد قطب و غيرهم في قضية الحضارة لكني على طريقة إخواننا المصريين هاتم الآخر وجدت أن كلهم يدورون على مبدأ واحد أن الحضارة أساسها الفكر الفكر هو أساس الحضارة الفكر هو أساس الحضارة النبي صلى الله عليه و سلم ما ترك في المدينة إنتاجا ضخما ولا مصانع جبارة ولا شوارع واسعة ولا مباني عظيمة لكنه ترك فكرا ترك بشر يحملون فكر سطاعوا في سنين قليلة أن يقودوا به البشرية المغول المغول هذه الأمة الهمجية كانت ما كان عندهم فكر لم يكن لديهم فكرا و لذلك رغم أنهم سيطروا بقوتهم العسكرية لأن ليس لديهم فكر هذا جعلهم يذوبون في الإسلام يذوبون في الإسلام إذن أساس الحضارة فكر أي أمة لا تملك فكرا واضحا منهجيا لا تستطيع أن تبني حضارة هذا الفكر كما ذكرت لكم لو ظل في الرفوف لو ظل في ندوات المفكرين لا يتحول إلى حضارة و ذلك أنا حددت في تعريفي للحضارة قلت الحضارة هذا تعريفي أنا للحضارة الحضارة هي المنهج الفكري لأمة المتشكل في إنتاج مادي و معنوي إذا لم يتشكل هذا الفكر في إنتاج ما يصبح حضارة و ذا كان عجبتني كلمة عجبتني كلمة لأستاذنا الكبير الدكتور عماد الدين خليل في كتابه حول الحضارة فيقول في بعض الناس يقسم الحضارة إلى فكر أو إلى حضارة و مدنية ما يمكن فصل بينهم المدنية هذه جزء من الحضارة ولا ما تكون حضارة ما تكون حضارة فإذا الفلسفة هنا أن الفكر لابد أن يتشكل في إنتاج مادي و إنتاج معنوي و إلا ما يصبح حضارة فإذا فلسفات الفلاسفة و كلمات المصلحين و إنتاجات المفكرين لا قيمة لها في إنشاء حضارة إلا تتشكل في إنتاج مادي و معنوي و العكس لو بنينا أعظم العمارات و صنعنا أعظم المصانع و عملنا أحسن الشوارع كما هو موجود في بعض بلادنا هذه ليست حضارة هذه مدنية هذه نتائج الحضارة من أمثلة الإنتاج التي نتحدث عنها قلنا نوعين من الإنتاج إنتاج معنوي و إنتاج مادي من أمثلة الإنتاج المعنوي الشعر الفن بأشكاله و أنواعه الأدب الذوق الاقتصاد هذه كلها نسميها إنتاج المعنوي أما المعنوي أما الإنتاج المادي فمن أمثلته المباني التكنولوجيا المصانع القوة العسكرية و غيرها إذن هذا باختصار ما هي الحضارة إذا خلونا نحفظ الحضارة ما هي فكر يتشكل في إنتاج مادي و إنتاج معنوي هذه المجموعة هي التي نسميها حضارة أنا سامحوني مضطر أنظر قليلا حتى نستطيع أن نحدد إلى أين نريد أن نصل فالبداية لابد من التنظير الفكري بعدها نطرح الخطة سأحدثكم مزيد عن التوضيح هذا ثم سأطرح لكم المعادلة العامة لخطتنا لتغيير الأمة بعد القاصل أهلا بكم و مرحبا مع رياح التغيير مرة أخرى هذا البرنامج الذي كان أصله برنامجي السابق علمتني الحياة و كنا نرتب أن نعمل علمتني الحياة الجزء الثالث لكن جاءت هذه الرياح رياح التغيير المباركة فغيرت أمتنا و لذلك شعرت أن لابد من أني أعطي ما يساعد هذه الأمة بإذن الله في أن تتحاور كيف نعيد الحضارة من جديد كيف نعيد المجد من جديد هذه الثورات ثورات مباركة أنا دائما أكرر في محاضراتي و أقول الحمد لله أني عشت حتى رأيت هذا التغيير الذي يجري في الأمة ما مت في عهود الاستعباد و الاستحقار و الاستبداد الذي كان يجري في الأمة سنين طويلة و نحن نزرع في نفوس الشباب الأمل و الحرية و الكرامة و العدالة و النهضة و الحضارة و المجد هذه الكلمات ليس لها وجود حقيقي إلا في أجواء حرية فجاءت هذه الثورات المباركة فغيرت لنا هذا التغيير العظيم السؤال الخطير هنا الآن ماذا بعد هذه الثورات ماذا بعدها هل التغيير السياسي هو الهدف تغيير السياسي هو الوسيلة ما هو الهدف الهدف أن نبني أمة عظيمة حضارية أمة عظيمة حضارية تقود البشرية من جديد هذه الآمال اللي موجودة في نفس كل عربي و كل مسلم هذه الآمال بالوحدة الإسلامية والعزة و المجد و أن نقود البشرية كما قدناها في السابق هذه الآمال لا تتحقق بالآمال لا تتحقق بالأحلام هذه لا تتحقق إلا إذا وجدت خطة حقيقية تنقلنا من واقعنا المرير هذا إلى عصور الحضارة و المجد و العزة و الكرامة هذا الذي نطمح إليه هذا الذي نطمح إليه هو هدف هذا البرنامج هذا البرنامج لن يتحدث عن الماضي هذا البرنامج لن يتحدث إلا قليلا عن شيء من تحليل الواقع لكن معظم البرنامج سأطرح من خلاله خطة عامة كيف ننهض من جديد الفكر إذا لم يتحول إلى إنتاج مادي و معنوي ليس له قيمة سيبقى فكرا كثير من الأفكار للفلاسفة موجودة ويدرسها طلبة الفلسفة لكن ليس لها وجود في الواقع ما قيمتها القيمة الحقيقية هي للفكر الذي يتحول إلى واقع النبي صلى الله عليه و آله و سلم ماذا أعطى للبشرية ماذا أعطى للبشرية النبي صلى الله عليه و سلم ما ترك كما ذكرت لكم لا مباني ضخمة ولا شوارع واسعة ولا مصانع النبي صلى الله عليه و آله و سلم ترك بشرا يحملون فكرا في أقل من مئة سنة كان هذا الفكر سيطر من الصين إلى فرنسا في أقل من مئة سنة المسلمون انتهوا من فتح الاندلس سنة 95 هجرية الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ هذه الموجه من التغيير 95 هجرية المسلمون انتهوا من فتح اسبانيا و دخلوا فرنسا المسلمون وصلوا الى الصين كيف و ليس فقط فتح اسكري و انما فتح للقلوب فتح للعقول لم تحدث حادثة اغتصاب واحدة لم تحدث و في اقل من 200-300 سنة كانوا هم الذين يسودون البشرية في الفلك و في الطب و في ما الذي تغير في هؤلاء العرب الذين كانوا يقتلون بعضهم ما الذي تغير تغير عندهم فكر تغير الفكر المبادئ الفكر يشمل المبادئ القيم الطموحات فهم الحياة هذا الذي تغير تغير بمنهج عظيم الصلاة القرآن الكريم و طبقته السيرة النبوية في اعظم نموذج هو نموذج محمد صلى الله عليه و آله و سلم المدينة الفاضلة التي تكلم عنها الفلاسفة و تكلم عنها يعني ابن خلدون و الفرابي و غيرهم هذه المدينة الفاضلة ليس لها وجود الا في الكتب المدينة الفاضلة الحقيقية التي طبقت هي التي طبقت في عهد النبي صلى الله عليه و سلم و الخلفاء الراشدين هل يمكن ان تعود من جديد؟ اسمحوا لي هنا قبل ان اشرح لكم معادلة التغيير اسمحوا لي ان اشير الى حديث عظيم هزني عندما قرأته لأول مرة و حفظته من اول مرة و ما زال املا في نفسي و عقلي يحركني دائما حديث يرويه الامام احمد بن حنبر رحمه الله تعالى و هو الحديث الاول في صحيح الجامع الصغير يقول النبي صلى الله عليه و آله و سلم اسمعوا حديث عجيب يقول صلى الله عليه و آله و سلم تكون النبوة فيكم ما شاء الله لها ان تكون تبقى النبوة فترة يقدرها الله سبحانه و تعالى يقررها الله سبحانه و تعالى تكون النبوة فيكم ما شاء الله لها ان تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة وجاءت فترة الخلافة الراشدة فتكون فيكم ما شاء الله لها أن تكون ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعها ثم يكون ملكا عاضا الملك العاض تعرفون الواحد لما يمسك بشيء فالجرة فيتمسك أكثر فالجرة فيحاول أن يتمسك بأي شيء فيضع أسنانه في الخشب حتى ما يحد يجرة هذا الملك العاض هذا تعريف الملك العاض دولة أموية دولة عباسية دولة عثمانية تظل قرون طويلة شوفوا وصف النبي صلى الله عليه وسلم للمستقبل ثم بعد الخلافة الراشدة ثم يكون ملكا عاضا فيكون فيكم ما شاء الله له أن يكون ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه ماذا بعد الملك العاض يقول صلى الله عليه وآله وسلم ثم يكون ملكا جبريا الجبر هو القوة تعرفون الجبر القوة إذن حكم يحكم بالقوة يحكم بالأمن يحكم بالعسكر بالمباحث بالمخابرات رأيناها ونراها ملكا جبريا انقلابات عسكرية أمن معركة جمل غيرها هكذا عقول قليلة لكن يحكمون بالقوة ثم يكون ملكا جبريا فيكون فيكم ما شاء الله له أن يكون يبقى هذا الملك الجبري يحكم الأمة بالجبر بالجبروت يحكمها فترة ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه العجيب في هذا الحديث الذي وصف لنا أحوال الأمة من عهد النبوة إلى اليوم أنه يكمل للمستقبل يكمل للمستقبل كل الذي ذكر تم وتحقق ورأيناه في التاريخ ونراه في الواقع ماذا بعد ذلك يقول صلى الله عليه وآله وسلم ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ترجع الخلافة الراشدة من جديد بعد الحكم الجبري بعد حكم العسكر تأتي الخلافة الراشدة هذا الذي نتحدث عنه وعد من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت صلى الله عليه وآله وسلم عودة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة حق ويقين وكل من عنده إيمان بالصادق المصدوق يصدق هذا الوعد لكن يأتي بعد ذلك السؤال هل سننتظر أن تأتينا الخلافة الراشدة في بعض الناس جالسين ينتظر المخلص متى يأتينا صلاح الدين متى يأتي المهد المنتظر أم أننا يجب علينا أن نعمل لإيجاد هذه الخلافة الراشدة الذي ينتظر فلينتظر ليس له أجر لكن الذي يعمل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل هؤلاء أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسن أنا أريد أن أكون من الذين يساهموا في إنشاء هذه الخلافة الراشدة في إعادة هذه الحضارة الإسلامية الراشدة وأريدكم أن تشاركوا معي هذا هو موضوع رياح التغيير هذه المسألة ممكن أن تكون بالعواطف بالآمال لكني لا أحسن الوعظ لست من الواعظين ولا أحسن طريقة إخواني وأخواتي الذين يتكلمون بالسرد وإنما عقلية الهندسة من جهة وعقلية الإدارة من جهة علمتني أني أشتغل بمنهجيات بشيء نسميه مودلز نماذج هناك نموذج علمي لانتقال من هذا الواقع إلى الرؤية التي نريدها دعونا نستعرض هذا النموذج الذي أسميته معادلة التغيير يبدأ النموذج بما نسميه دراسة الواقع أي عملية تغيير أو تخطيط يكون من ضمنها مسألة دراسة الواقع أي باختصار أين نحن اليوم هذه المسألة ممكن أن تدرس بطرق كثيرة سأحدثكم عنها بعد قليل لكن إذا عرفنا أين نحن اليوم هذا الحديث الطويل الذي يتكلم عنه المفكرون والمؤرخون والعلماء والمصلحون وحتى الوعاظ يتكلم عن الماضي يتحدث عن الواقع لا يكفي لعملية تخطيط هم توقفوا هنا هذا لا يكفي لا يكفي لمشروع تغييري للأمة لا يكفي لعادة بناء الحضارة من جديد وإنما لا بد أن نضيف له الرؤية الرؤية إلى أين نريد أن نصل هذا الجزء هو المفقود فيما يطرحه كثير من المفكرين ومراكز الدراسات طلعت على مجموعة من الدراسات يتكلموا عن الماضي يتكلموا عن الواقع تحليل التجربة الماليزية تحليل التجربة التركية تمام عرفنا عرفنا الواقع هذا هو الواقع ماذا نريد ومتى سنصل إلى ما نريد وسأحدثكم عن تفصيل هذه المسألة بعد قليل إن شاء الله عملية الانتقال من هذا الواقع إلى الرؤية نسميها خطة خطة فهناك عملية هذا الانتقال ليس انتقال مفاجئ It's not an incident هذه عملية لها مراحل عملية بروسس عملية لها مراحل لها خطوات هذه ليست كلمة عامة وإنما لها منهجية وأيضا سأحدثكم عنها إن شاء الله هذا النموذج حتى الآن نسميه التخطيط عندما نضيف له المقاومة يصبح نموذج التغيير إذن النموذج هنا يضاف إليه عملية التخطيط إذا أضفنا إليها المقاومة ما الذي يمنعنا من تحقيق أهدافنا عندما نضيف هذا يصبح معادلة تغيير يصبح خطة تغيير فإذن التخطيط هو جزء من التغيير التخطيط هو دراسة الواقع تحديد الرؤية وتحديد الخطة عندما نضيف لها ما الذي يمنعنا الذي نسميه resistance نسميها المقاومة يصبح مشروع التغيير إذا فهمنا هذه الأربع وحددناها وخططنا لها عندها يكون عندنا مشروع للتغيير الحضاري للأمة إن شاء الله هذا النموذج سيكون معنا في كل حلقة لأن داخل تفاصيل وهذه التفاصيل ستشكل كل جزء منها حلقة من حلقاتنا سأشرح هذا النموذج بتفصيل أكثر ويعطيكم القواعد العامة له لكن بعد الفاصل إن شاء الله أحييكم و أرحب بكم مع حديثي عن رياح التغيير في رياح التغيير باختصار هدفي من هذا البرنامج أن نتشارك في وضع خطة لتغيير الأمة لإعادة حضارتنا من جديد هذه الفكرة هذه الفلسفة التي نريد أن نبني عليها هذا البرنامج أنا شخصيا سئمت سئمت من الحديث عن الماضي وعن الواقع وعن السامحوني حتى الوعظ لأن الوعظ و التأثير السلوكي مهم لكن تأثيره يبقى أياما يبقى أسبوعا يبقى شهرا ثم ينتهي ثم تأثيره على الفرد لكن ليس على الأمة كأمة حدثت لنا بفضل الله عز وجل هذه الثورات العظيمة الآن نريد ماذا وراء هذه الثورات هذه الرياح التغيير التي هبت علينا مباركة هذه الرياح غيرت لنا تغييرا سياسيا جذريا لكننا لم نتغير حضاريا عندنا اليوم من العزة من الكرامة من الحرية من الآمال أنا رأيت مبادرات للشباب في كل مكان شباب يريدون أن يغيروا يريدون أن يشاركوا يريدون أن يكون لهم دورا لكن كان واضح جدا عندي وأنا أستعرض هذه المبادرات أمور واضحة جدا أولا أن المبادرات لا تصب في نسق واحد الأمر الثاني أن المبادرات ليست مبنية على منهجية واضحة والأمر الثالث أنها كان ينقصها علم الإدارة الذي ينضجها ويجعلها منهجية أكثر فقلت دور لي شعرت أنه صار واجبا علي أني أدمج الفكر مع التحليل الماضي مع تحليل الواقع لنرسم جميعا خطة خطة وليست آمال فقط خطة لها أهداف واضحة قابلة للقياس ولها زمن ولها مراحل نستطيع بها أن نعيد حضارة الإسلام من جديد هذه هي الفكرة وجعت هذه الفكرة على شكل معادلة سميتها معادلة التغيير دعونا نستعرض هذه المعادلة قلت أن المعادلة فيها أربع أجزاء أين نحن اليوم؟ الواقع إلى أين نريد أن نصل؟ الرؤية كيف ننتقل من هذا الواقع إلى هذه الرؤية؟ الخطة ثم سندرس ماذا يمكن أن يمنعنا من تحقيق أهدافنا ونسميها المقاومة دعوني أفصل في كل واحدة منها جزءا جزءا في دراسة الواقع في دراسة الواقع هناك طرق كثيرة الطرق التقليدية أن ندرس الإيجابيات والسلبيات الفرص والمخاطر نقاط القوة نقاط الضعف السوات هذه كلها طرق تقليدية على فكرة لا تصلح للتخطيط الاستراتيجي تصلح للتخطيط التشغيلي هذه طرق على فكرة من الناحية العلمية ضعيفة جدا لا تستعملوها في التخطيط الاستراتيجي لا بأس أن تستعملوها في التخطيط التشغيلي نحن نريد خطة استراتيجية ولذلك طرحت آخر ما وصل لعلم التخطيط وعلم التغيير سندرس ليس نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والمخاطر وإنما سندرس أمرين رئيسيين الأمر الأول اسميته الأزمات الرئيسية والأمر الثاني اسمه القدرات الأساسية لو أردنا أن في دراسة الواقع لو أردنا أن نحدد نقاط القوة في الأمة ونقاط الضعف ما أكثرها ما أكثرها فعندنا يعني مئات بل آلاف من نقاط القوة في أمتنا ومئات بل آلاف نقاط الضعف وعندها سنضيع في عملية التخطيط هنا نتكلم ليس عن أجزاء وتفاصيل هنا سنتكلم عن خطة استراتيجية وبالتالي الخطة استراتيجية معناها أننا سندرس الأشياء الأساسية الأزمات والقدرات الأزمات هي كلمة أخرى ليس للسلبيات وليس لنقاط الضعف وإنما لأكبر السلبيات ولأقصى نقاط الضعف هنا الكلام عن خمس نقاط سبع نقاط ثلاث نقاط هكذا في العلم ثلاثة إلى سبعة أنا سأستعرض معكم الأزمات وسأستعرض معكم خمس أزمات رئيسية من خلال تحليلي أشعر أن الأمة عندها خمس أزمات رئيسية تواجهها وإذا استطعنا أن نفهمها ونضع مشاريع وهذا جزء رئيسي من المشروع الذي أريد أن أطرح عليكم أنا لا أريد أن أطرح تحليلاً أنا أريد أن أطرح مشاريع وسأدعو الشباب للمشاركة في هذه المشاريع مشاريع على مستوى الأمة مشاريع على مستوى كل بلد وسيكون لكم دور سيكون لكم دور رئيسي في هذه المشاريع كل شاب كل فتاة يختار المشروع الذي يناسبهم وينضموا إليه ويعملوا من خلاله أنا لا نستطيع أن نغير الأمة وحدي مهما كان عندي من تخطيط وإنما سنحتاج إلى جهد أمة لنستطيع أن نغير الأمة إذن مجموعة من الأزمات سنفصلها في الحلقات القادمة ستتحول هذه ليست إلى الذين يتكلموا عن الأزمات عادة لا حول ولا قوة إلا بالله وإحنا عندنا مشكلة ما يكفي البكاء لا يكفي للتغيير سنحدد الأزمات ونحدد بناء عليها مجموعة من المشاريع وسأدعوكم للمشاركة في هذه المشاريع وسأطلب منكم أن تكون معكم أوراق وأقلام في الحلقات القادمة حتى تكتبوا معي بعض الأفكار الرئيسية وسنحدد بعض المشاريع وسيكون لنا أيضا ويب سايت سيكون لنا موقع إلكتروني تستطيعوا أن تنضموا من خلاله وهذا الموقع افتتحناه لكم الآن في هذه المرحلة في البدايات نعطيكم الفكرة العامة مع الأيام سنحدد مشاريع وندعوكم للانضمام إليها ثم سنتكلم عن القدرات الأساسية القدرات الأساسية نقاط القوة نقاط القوة في الأمة كما ذكرت بالمئات بالآلاف نقاط قوتنا لكن هناك فلسفة جديدة في علم التخطيط اسمها The Core Competencies القدرات الأساسية هذا علم جديد لو استطعنا أن نفهمه ولو استطعنا أن نركز عليه و نعرف من خلاله ما هي القدرات الأساسية لأمتنا صدقوني أي واحد يعرف قدراته الأساسية أي شخص أي شركة أي جماعة أي جمعية أي دولة أي أمة تعرف قدراتها الأساسية ستستطيع بتركيزها على قدراتها الأساسية أن تكتسح المنافسين سنكتسح المنافسين لو عرفنا قدراتنا الأساسية و ركزنا عليها سأعطيكم شرحا ماذا أقصد بالقدرات الأساسية و كيف نحدد قدراتنا الأساسية وسأقترح تحليلي ما هي القدرات الأساسية لأمتنا هذا دراسة الواقع بعد ذلك سأنتقل إلى الرؤية والرؤية عندي مستويين مستويين من الرؤية هناك في علم التخطيط الاستراتيجي هناك شيء نسميه strategic vision و عندنا شيء نسميه strategic intent هناك غاية استراتيجية و هناك رؤية استراتيجية strategic intent الغاية الاستراتيجية ماذا نريد على المدى الطوير خمسين مائة سنة إلى الأمام تأملته و فكرته فقلت ماذا نريد نريد باختصار أن نعيد حضارتنا من جديد ليس بالطريقة التقليدية و إنما بإضافة الأمور الجديدة إليها بإضافة النظرة الحضارية الجديدة إسلام يبنى على ثوابت لكنه يتعامل مع واقع فيه أصالة و فيه معاصرة فيه إبداع و أصالة فما هي الحضارة كل واحد فينا يتشكل حضارة الإسلام في ذهنه بطريقة ما مدى الحرية المتاحة لأفكار غير إسلامية ما هي حرية الأديان و غيرها و غيرها سأتحدث لكم عن توصيف الحضارة هذا الأمل الضخم الذي نريد ثم سنتحدث عن أهداف تنافسية نستطيع أن نحققها للأمة و لكل بلد في عشرين سنة فقط و قد حددتها و سأقترحها لكم و هي أهداف قابلة للقياس و علمية تماماً إذن لن أتكلم بحديث وعظي و إنما سأتكلم بحديث علمي و سأطرح لكم مشاريع من خلال هذه الأهداف التنافسية أدعوكم للمشاركة فيها بعد أن نحدد واقعنا و نحدد رؤيتنا السؤال كيف سننتقل من هذه الخطة إلى هذه الرؤية و هنا سنحدد أمرين الأمر الأول سنقسم هذه العشرين سنة إلى أربع مراحل و سنحدد في كل مرحلة هذا التوقيت الذي لها ماذا نستطيع أن نحقق في كل مرحلة ثم سنحدد عندها بالتفصيل ما هي الأدوار لكل فرد و لكل جمعية و لكل جماعة و ما هي الأدوار و المشاريع الجديدة التي نحتاجها سنحددها و سنجعلها جزء من الموقع الإلكتروني و سنطلب منكم أن تشاركوا فيها فإذن هو ليس بها قط برنامج تلفزيوني هو مشروع تغيير حضاري هو موبالايزيشن عملية تحريك للأمة تحريك للأمة ولا بد أن ندرس المقاومة ما الذي سيمنعنا طبعا لو لا وجود مقاومة سننتقل بسهولة من الواقع إلى الرؤية ما الذي سيمنعنا سنحدد المقاومة في علم التغيير و سميها و سنحدد مقاومة المقاومة كيف بعد أن نحدد المقاومة كيف نتغلب عليها لا يكفي أن نشتكي الغرب و إسرائيل و الاستبداد لا يكفي هذا لا يكفي و إنما يجب أن نزيد عليه ما هو دورنا في هذه المسألة رياح التغيير ليس برنامجا تلفزيونيا رياح التغيير مشروع تغيير حضاري مبني على أسس علمية ندعوكم للمساهمة فيه و أن تكونوا جزءا من الحل بعد أن كنا جميعا جزءا من المشكلة نريد أن نكون جزءا من الأمل الذي نتركه للأجيال القادمة من بعدنا دعونا ننطلق معا و نقود رياح التغيير بإذن الله شكرا لحسن متابعتكم و ألتقي معكم في الحلقة القادمة و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ترانا بوحي الكتاب المبين نغير وجه الزمان الحزين و نعزف لحن الحضارة نورا و نرفع ظلم العذاو السنين و نشد مع النصر يكبر فيهنا حدا و صلاة و شوق الحنين فهضوا رياح التغيير هبت و نودوا بحفل الإله المتين تشاهد اشتركوا في القناة